منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلام 2018 إلى السيدة العراقية الأزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكوييغي على جهودهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاحا في الحروب التفاصيل نتابعها ضمن التقرير التالي تثمينا لجهودهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي ضد النساء كسلاحا في الحرب والصراعات المسلحة منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلام للعام 2018 للعراقية الأزيدية نادية مراد والطبيب الكونغولي دينيس موكويغي نادية مراد التي تبلغ من العمر 25 عاما اشتهرت بكونها ناشطة حقوقية نجت من الاستعباد الجنسي على يد داعش في العراق عام 2014 بعد قتل أهلها في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي بعد اقتيادها مع مئات الأيزيدين إلى مدينة الموصل التي كانت العاصمة الرمزية للتنظيم الإرهابي لنحو ثلاث سنوات بعد ثلاثة أشهر مما يسميه داعش السبي نجحت مراد في الفرار من قبضة مسلحي داعش حين لجأت إلى عائلة عربية في الموصل قامت بحمايتها قبل أن تهاجر إلى ألمانيا وهناك حصلت على حق اللجوء عام 2015 الماضي ومنذ ذلك الحين كافحت مراد من أجل اعتراف المجتمع الدولي بالفضائع ضد الأيزيديين واعتبارها إبادة جماعية عام 2016 تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تنبيه إلى معاناة ما يقدر بنحو ثلاثة ألاف وأربعمائة من النساء والأطفال الأيزيديين الذين كانوا مختطفين لدى داعش وفي أيلول سبتمبر من العام نفسه قررت الحقوقية والناشطة البريطانية ذات الأصول اللبنانية أمالكلوني تولي قضيتها كما نالت مراد جائزة سخاروف الأوروبية لحرية الفكر وجائزة باتسلاف هافل الألمانية لحقوق الإنسان وكانت المتحدثة باسم لجنة نوبل النرويجي بريت رايس أندرسون قالت إن جائزة نوبل للسلام تكافئ هذا العام الفائزين على جهودهما لوضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب مؤكدة أن ناديا مراد ودينيس موكويغي جازفا بحياتهما عبر النضال بشجاعة ضد جرائم الحرب والمطالبة بإحقاق العدالة لضحايا الإرهاب والصراعات ترجمة نانسي قنقر